شهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وإيطاليا واليابان بالإضافة إلى رئيس نادي البحرين للريكبي مايك كونجام قبل انطلاقة المباراة وقف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة والحضور دقيقة صمت حدادا على وفاة لاعب فريق نادي البحرين للريكبي تاون ديزمي ثم صافح سموه لاعبي فريق نادي دبي اكسل ولاعبي فريق نادي البحرين للريكبي وأعضاء الجهازين الفني والإداري والطاقم التحكمي للمبادرة وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على الأهمية الكبيرة التي تمثلها استضافة وتنظيم المملكة للفعاليات الرياضية المتنوعة كونها تسهم في تعزيز مكانة البحرين على خريطة الرياضة الإقليمية والعالمية وتعد وسيلة مثالية لترويج جسم المملكة في العالم علاوة على المساهمة في النهوض بالمستوى العام للرياضة البحرينية ونشر ثقافة ممارسة الرياضة بصورة واسعة وبمختلف أنواعها وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن البحرين خطط خطوات مهمة في مجالات الدبلوماسية الرياضية وباتت تسير بخطا ثابتة نحو تعزيز مكانة البحرين وجعل الرياضة إشعاعا لمملكة البحرين وحركتها التنموية بالإضافة إلى الاتجاه المباشر نحو صناعة الرياضة والترفيه الرياضي الذي بات وسيلة مهمة لتقدم الحركة الرياضية البحرينية فضلا عن حرصها التام على استضافة الفعاليات الرياضية التي تشكل مكانا مثاليا للتعارف والتقارب بين الشعوب ونشر ثقافة التسامح والتلاقي بين شباب العالم وتابع سموه أن استضافة البحرين لجولة من جولات بطولة غرب آسيا للركبي وبمشاركة سبعة من الفرق الرياضية المشهورة على المستوى الإقليمي دليل واضح على مدى ثقة الاتحادات الرياضية الدولية بقدرة المملكة على توفير مختلف عوامل النجاح لاستضافة التظاهرات الرياضية المتنوعة ما يحملنا مسؤولية مضاعفة من أجل مواصلة السير على خطة تميز في مجال استضافة البطولات الرياضية وعكس الصورة المشرقة عن البحرين وقدرة أبنائها على القيام بالأعباء المترتبة على تنظيم البطولات الرياضية العالمية وقام سموه بجولة على أركان نادي البحرين للركبي حيث اطلع سموه على المنشآت الحديثة الرياضية التي يتضمنها النادي واستمع إلى شرح مفصل من قبل رئيس نادي البحرين للركبي مايك كونجام عن البرامج والأنشطة والفعاليات التي يقيمها النادي طوال العام والفعاليات التي يستضيفها بصورة مستمرة كما اطلع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على جانب من الفعاليات الرياضية التي يقدمها النادي للناشئة وكيفية اكتشاف المواهب الرياضية وصقلها وإبرازها بطريقة مثالية وتسلم سموه هدية تذكارية من قبل رئيس نادي البحرين للركبي مايك كونجام تقديرا واعتزازا من قبل مجلس إدارة نادي البحرين للركبي وجميع منتسبه على تشريف سموه للمباراة وزيارة النادي ومن جانبه أشهد سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لمباراة الركبي بين فريقين نادي البحرين ونادي دبي إكسل الأمر الذي يؤكد اهتمام سموه بدعم الحركة الرياضية البحرينية وتوجهاتها نحو الدبلوماسية الرياضية لتسليط الضوء على المملكة ومنجزاتها في مختلف المجالات وأعرب رئيس نادي البحرين للريكبي مايك كونجام عن شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لحضور سموه مباراة فريق البحرين ودبي للريكبي ضمن منافسات جولة البحرين لبطولة غرب آسيا الأمر الذي يؤكد اهتمام سموه بالارتقاء برياضة الريكبي في المملكة وتطوير منظومتها الإدارية والفنية ترجمة نانسي قنقر